على جانب آخر خليني عزيزي المشاهد الزمالكاوي أقولك أن صفقة عبدالله السعيد عطلانة جدا جدا في الوقت الراهن وقد تكون بتلفز أنفاسها أصلا ليه؟ الزمالك قالك هنحط 11 مليون جنيه فالناس في البرامدز قالوا لأ ده رقم قليل لا ده رقم قليل قليل ما تبعتوش حتى فاكسب الرقم ده يا جماعة طب خلاص هنرفع على 15 مليون تمام بعتوا ده 15 مليون تم نقل الطلب ده أو العرض ده للملاك ملاك النادي بالضبط قالوا عايزين أيوا أيوا مليون ونص دولار علشان يسيبه عبدالله السعيد إذا مالك راحب حط نقطة ومرجعش تاني حط نقطة ومرجعش تاني هل ممكن النقطة تبقى فاصلة ونكمل الكلام؟ ولا دي نقطة وما فيهاش أول السطر نقطة وفيها سلام عليكم بقولك كلام بتاع ايه دلوقتي وعيد تاني واقولك في الزمالك المتغيرات أسرع بكتير من تفكيرك تفكر كده بتلاقي ممكن حاجة تحصل ولذلك أبقولك دلوقتي ممكن الزمالك بقى يحصل حاجة يحصل مستجداد تعرفش بس اللي أقدر أقولك دلوقتي أن الصفقة وقفة عند الحتة اللي أنا بشرحها ليه حضرتك دلوقتي حالا طيب